سهرين روايع التابعين وده المقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه حبة في الله بنلتقي النهاردة مع نجم كبير من نجوم التابعين قال عنه الأئمة هو أعلم التابعين على الإطلاق وهو الإمام عامر ابن شرحبيل الإمام الشعبي إمام الشعبي إمام علم معروف طبعا هو جبل من جبال العلم وإمام من أئمة التابعين أدرك ما يقرب من خمسمائة صحابي تخيل حضرتك واحد لما بيتمنى يشوف شيخ من المشايخ أو عالم من علماء اللي احنا بنحبهم فلما بيشوفه بيقول ده يعني ده أنا ملكة الدنيا واللي فيها فتخيل لما نطلع فوق شوية بقى كده ونشوف إمام كبير من الأئمة الكبار الإمام ابن القيم ولا الإمام ابن التايمية ولا الحافظ ابن الكسير أو الحافظ ابن الحجر شوف بقى فرحتك قدين فلكن أنت تخيل أنه مش هلتقي مع صحابي واحد لا ده حضر خمسمائة صحابي وشفهم وطلب العلم على إيد بعضهم يعني كانت منقبة عظيمة جدا الإمام الشعبي تولد بعد ست سنوات من خلافة سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وكان نحيل الجسم أنه كان ليه أخ توقف معاه فكان إذا سألوه عن ذلك كان يقول أنه زاحمني في رحم أمي يعني الدنيا كانت زحمة فأنا اتولدت أنا هو فعشان كده أنا طالع نحيف الجسم رحمه الله رحمه الله عنه أتولدت فين؟ اتولدت في الكوفة ونشأ في الكوفة لكن الراحة اللي كان بيجدها في قلبه لما كان يروح المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فكان ما هو فؤاده هو المدينة المنورة كان يروح دايما للمدينة المنورة ويلتقي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويتعلم على أديهم العلم العظيم ولذلك أتيح لي أنه يأخذ علم من عدد كبير جدا منه معدر أسولهم على سبيل المثال علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاس وزيد بن ثابت وعبادة بن الصامت و أبي موسى الأشعري و أبي سعيد الخضري و النعمان بن بشير و عبد الله بن عمر و عبد الله بن عباس و عدي بن حاتم و أبي وراء يعني عدد ما شاء الله زي ما أنتم سمعين أسماء يعني كبيرة جدا و أعلام و نجوم في سماء يعني الدعوة و سماء الدين يعني رضي الله على مرضى و كان هو الحقيقة كان في قمة الزكاء كان زكي جدا جدا زكاء لا يخطر على قلبه بشر لدرجة يا جماعة أنه كان يعني من قوة الحافظة بتاعته كان لما حد يقول له حاجة مرة واحدة كان يحفظها فمش محتاج أن يعيد عليه مرة تانية و لو ذكر له أي معلومة أو أي حاجة هي مرة واحدة فقط يسمعها و ما يكررهاش تاني كان يحفظها بفضل الله سبحانه وتعالى حتى أنه قال ما كتبت سوداء في بيضاء ولا حدثني رجل بحديث إلا حفظته ولا سمعت من امرئ كلاما ثم أحببت أن يعيده علي ما شاء الله يعني بيقول لو واحد يتكلمني في أي موضوع أنا مش محتاج أن يعيده علي و ما كتبتش كلمة في ورقة إلا و كنت حفظها بفضل الله سبحانه وتعالى و كان مولعم بالعلم من درجة أنه كان بيقول لو إن رجل سافر من الشام إلى أقصى بلاد اليمن عشان ياخد معلومة واحدة لكان سفر دوت ما كانش تضيع لوقته كان استثمار لعمره و الحياة و أنت عارفين طبعا أن كم من الصحاوة يا جماعة اللي كان كان بيسافر شهور طويلة جدا أبو أيوب الأنصار يسافر لمصر علشان يطلب حديث واحد و الإمام البخاري كان بيسافر لمدة 3-4 شهور علشان يسأل عن حديث واحد فده مش تضيع للوقت أبدا ولا تضيع للعمر كان من سعة علم الإمام الشعبي و ليهم حق يقولوا أعلى متابعين الشعبي كان من سعة علم الإمام كان بيقول يعني أنه أقل شيء أنا تعلمته هو الشعر و لو حبيت أقول لكم الشعر اللي عندي هعط شهر كامل ليل و نهار أسرد لكم الشعر اللي عندي من غير مكرر بيت واحد مرتين حد بيكون متخيل الموضوع ده يعني متخيل لها واحد بيقول لك إيه إنت عندك علمة دي بيقول لك والله أنا عندي جميع العلوم كل العلوم تقريبا عندي و أقل علم تعلمته هو علم الشعر و لو حبيت أقول لك كمية الشعر اللي موجودة عندي هفضل أسرد لك الشعر اللي عندي لمدة شهر الليل و نهار خد بيقول لك بقى من غير ما كرر لك بيت واحد مرتين سبحان الملك و لذلك كان ليه من ضمن الحياة العجيبة جدا يعني كان ليه حلقة علم في مسجد الكوفة و الصحابة لسه موجودين و أحياء عايشين و شايفينه و منهم من كان يجلس و يستمع إليه تخيل الصحابة لما يسمعوا لواحد تابعيه حدش لا يستكبر ولا حد يقول ده مين ده اللي يتكلم في وجودي ولا حد يقول ده مين ده اللي بيستجرر أنه يتكلم في وجودنا احنا الصحابة و احنا و احنا سبحان الله قدي كان جهيل كل تواضع و صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم خيروا الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فكان الصحابة هم معديين على المسجد الكوفة كانوا أحيانا يجدوا المجلس العلم بتاع الإمام الشعبي و رغم ذلك كان لا يعترض أحد بل حصل مرة مفجأة أعجب من الخيال سيدنا عبدالله بن عمر طبعا عبدالله بن عمر ما شاء الله صحابة من خيرة الصحابة و حضر غزوات كتيرة و جاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي يوم الأيام لقى الإمام الشعبي و خطوة لكم الحتة الجميلة دي حتة يعني حتة من أعجب الأشياء يعني دخل المسجد فلقى الإمام الشعبي بيكلم عن السير والمغازي فعمال بيذكر تفاصيل بعض الغزوات فعبدالله بن عمر قعد يسمعه و هم استغرب و بعد أما خلص راح مكلمه و قال له تخيل إن المغازي اللي انت بتحكيها للناس ديت وبتحكي التفاصيل الدقيقة بتاعتها ديت أنا بنفسي حضرتها و ما عرفش حكيها زي ما انت حكيتها حقيقة متخيل حاجة زي كده عبدالله بن عمر اللي كان في الغزوات بنفسه بيقول له انت بتحكي الغزوات بدقة أكتر مني أنا يلا حضرتها و شفتها سبحان الله فده دليل على إنه كان فعلا العلم بتاعه كان علم ضخيط جدا و كان ما شاء الله محيط بأمور كتيرة جدا و بحاجات كتيرة جدا و لما بيحكي 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 بتفاصيل غير عادية بفضل الله سبحانه وتعالى و في يوم الأيام قالت الخلافة إلى عبد الملك ابن مروان نبعا الكلام ده بقى يعني معناها نعاش فترة طويلة رحمه الله و رحمة نوسع لأنه اتولد بعد ست سنين من خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه فلما قالت الخلافة إلى عبد الملك ابن مروان كتب للحجاج حجاج ساعتها كان العامل بتاعه على العراق كان الوالي على العراق فقال له ابعث لي رجل عايدك تبعث لي ابعث لي رجلا يصلح لأمر الدنيا والآخرة لأمر الدين والدنيا واحد لما عوزني يسامرني ويكلمني ويثقفني ويكلم معايا فلو عايز أتكلم معايا في أمور الدنيا واستشيره فيها ألا إيه حاضر ولما عوز أتكلم معايا في مسائل فقهية في أمور خاصة بالدين ألا إيه برضو حاضر فأرسل له الحجاج الإمام الشعبي رحمه الله رحمة نوسع فعبد الملك ابن مروان خل الإمام الشعبي من الخواص الطوع ومن الناس المقربين إليه جدا كان بيستشيره في أدق أمور حياته وكان بيستشيره في أكتر الأمور أو في أغلب الأمور حتى الخاصة بالحكم والمملكة إلى غير ذلك وكان بيبعثه سفير بينه وبين رؤساء الدول والملوك كان المعوز يبعث حد سفير بين عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين وبين واحد تاني من ملوك الدول اللي حواليه ما كانش بيلاقي أفضل من الإمام الشعبي إنه ما شاء الله كان عنده فطنة وزكاء وحكمة وكان عنده أسلوب رائع في الكلام وكان ليه مداخل كده طيبة يعني كان رجل دبلوماسي جدا وكان عالم وفقيه وزاهد ويعني كان فيه سمات عظيمة جدا جدا فعلا تؤهل أنه يكون فعلا سفير بين أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان وبين أي حاكم دول لكن حصل مرة بسبب موضوع السفارة دي حصل موضوع عجيب جدا جدا كاد الإمام الشعبي أن يقتل بسبب الموقف ده إيه الموقف ده؟ موقف في منتهى العجب عبد الملك ابن مروان بعثه لملك الروم اسمه جيستينيان قال له عايزك تروح له وفيه معلومات معانا عايز عرفها وإسئلة معانا اسألها له وعرف الإجابة وتعالي عشان تقول لي عليها وطلب منه أمور كتيرة جدا فبعته لي جيستينيان فلما وصل هناك جيستينيان قعد مع مين؟ قعد مع الإمام الشعبي يفتح معاه في مواضيع وبيتكلم معاه فالآه ما شاء الله موسوعة صقف جدا وزاكي جدا وذهنه حاضر وعنده أفكار عهيبة جدا ما شاء الله فأعجب به جدا المفروض السفير أو الرسول ما بين الملوك يعني بيروح مثلا يقعد ساعتين ثلاثة بالكتير قوي هيبات ليه لو يرجع تاني يوم لا ده رحمة قعد وعنده فترة كبيرة جدا وقال له معلش أنا مش عايز أسيبك خليك قعد معاه قعد مع جيستينيان اللي هو ملك الروم فترة كبيرة جدا وجيستينيان عمال يتزود من علم الإمام الشعبي ويتزود من ثقافته ومعرفته وفهمه للأمور والربط بين المعلومات اللي عرفها بين الواقع اللي احنا عايشينه وبينه وبينه وبدأ يستفيد منه استفادة جمدة جدا فحس انه قدام إمام كبير جدا وقدام عالم من الأعلام وبعدين لما لقى خلاص الإمام الشعبي مصر بقى انه يرجع مرة تانية إلى دمشق رح كاتب رسالة وكان رجل كان في غاية الخبث والدهاء اللي هو ملك الروم اللي هو جيستينيان ده رح كاتب رسالة رسالة خاطرة جدا رسالة بالبلد كده تود وراء الشمس ورح قافل الرسالة ديت ورح مديها للإمام الشعبي قال له ما دمت انت مصر ان انت بقى ترجع يعني الخليفة عبد الملك بن مرون مش قادر تقعد معنا أكتر من كده فإذا وصلت عرفه كل المعلومات اللي كان طالب منك ان انت تعرفها مني وبعد ما تعرفوا المعلومات دي تقوله على إجابات الأسئلة اللي هو كان عايز يعرفها ادي له الرسالة دي يدا بيد ادهاله في يدي قال له حاضر وبالفعل أول موصر الإمام الشعبي ابتدى بدأ ما يدخل بيته ودخل على طول مباشرة على عبد الملك بن مرون اللي هو أمير المؤمنين دخل عليه ابتدى يتكلم معاه وابتدى عبد الملك بن مرون يسأله الأسئلة لنا سألتها لك عرفت إجابتها من ملك الروم أيوة طب لما سألته في كذا قال لك إيه قال له قال لي كذا ولما سألته في كذا قال لي كذا وبدأ يسألك فول الأسئلة خلص الموضوع خلاص وعرف كل الحياة اللي عايز يعرفها وهو ماشي الإمام الشعبي قال له ملك الروم أرسل هذه الرسالة لحضرتك أو ليسموك خد الرسالة منه فتح الرسالة وقراها الرسالة كانت عبارة عن سطر واحد بس السطر دوت كان كفيل بإن رقبة الإمام الشعبي تطير في لحظتها فأول ما عبد الملك بن مرون أرى الرسالة ديت في ساعتها كان الإمام الشعبي على باب الأصر خلاص خرج فرحمنا دع الحرس قال له مردوه علي ابعتهولي هتولي تاني فاجبهوله فقال له يا شعبي أعلمت ما في هذه الرسالة انتقاريت الكلام الموجود في الرسالة قال له لا والله يا أمير المؤمنين هو اداني الرسالة مقفولة وأنا جبت الرسالة وقديتها لك قال له أتدري ماذا كتب لي ملك الروم قال له معرفش قال له لو قد كتب إلي ملك الروم ملك الروم يقول عجبت للعرب كيف ملكت عليها رجلا غير هذا الفتى ووضح الرسالة بيقول أنا بتعجب للعرب إزاي خلوا أمير المؤمنين عبد الملك بن مرون ده المفروض أن أمير المؤمنين يبهو الإمام الشعبي لأن ده إنسان مصقف وإنسان واسع لعلمه وعنده بصيرة وزكاء وهيبة حاجة عجيبة جدا فأم الإمام الشعبي على طول لضب دبلوماسية جميلة قال له ده هو قال كده يا أمير المؤمنين لأنه ما شافش حضرتك لو شافك ما كانش قالي الكلام ده أبدا واضح لو شافك ما كانش قالي الكلام ده أبدا فقال عبد الملك بن مرون قال له أنت عارف هو كتب الكلام ده ليه قال له ليه قال له لأنه حسدني عليك فأراد أن يغريني بقتلك واتخلص منك فلما بلغ هذا الكلام إلى ملك الروم قال والله ما أردته إلا ذلك فعلا بعت الكلمتين دولة عشان يقتلوا لأن أنا استخسرته فيه سبحان الله طبعا تعالوا نكمل سيرة الإمام الشعبي الإمام العلم الإمام الجميل العظيم ده ولكن بعد الفاصل صلى على حبيبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وقضوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وقاله وسلم أما بعده فمرحبا بكم رجعنا لكم بعد الفاصل عشان نكمل قصة الإمام الشعبي رحمه الله ورحمه الله وبركاته شفت قد إيه زكاء ملك الروم بعد جملة واحدة كان عايز يخلص فيها على الإمام الشعبي وعايز يصير ضده عبد الملك ابن مروان أمير المؤمنين ولكن الرجل فهم المسألة وعرف أنه حسد عليه وأراد أن يتخلص منه فيعني كان زكاء من أمير المؤمنين من تصرف تصرف ده وزكاء من الإمام الشعبي رد الرد ده ووصلت الرسالة لملك الروم وعرف فعلا أنه هم يعني تصرفوا تصرف بزكاء كان الإمام الشعبي رحمه الله ورحمه الله ورحمه الله وبركاته وصل مرحلة من العلم حاليا جدا لدرجة من الإمام الزهري رحمه الله وبركاته قال العلماء أربعة شفت دي العلماء أربعة سعيد بن مسيب في المدينة وعامر الشعبية في الكوفة والحسن البصري في البصرة ومكحول في الشام لكن الإمام الشعبي الحقيقة كان من كوة التواضغة بتاعة ودائما يا جماعة بقول العالم اللي عنده علم يقينا لازم يكون متواضع عمل زي ايه؟ عمل زي السنبلة بتاعت الأمح كل ما تكون مليانة وماشاء الله جواه حبوب تلاقيها ميلة على الأرض ومتواضعة وكل ما تكون فضية تلاقيها شامخة ووقفة في الهواء فالعالم كل ما يكون عنده علم وكل ما يكون متواضع وكل ما يكون إنسان بسيط جدا في دعوته سبحان الله في يوم الهام واحد بيكلم الإمام الشعبية فبيقول له أجبني أيها الفقيه العالم فقال ويحك لا تطرنا يعني لا تبالغ في متحنا بما ليس فينا الفقيه من تورع عن محارم الله والعالم من خشي الله وأين نحن من ذلك سبحان الله وبيه واحد تاني سأل في مسألة ما فقال له قال في هذه المسألة عمر بن الخطاب كذا وكذا وقال فيها علي بن طالب كذا وكذا فبصله وقال له وأنت ماذا تقول فيها قال سبحان الله وماذا تريد برأي بعض رأي يا عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب تسمع كلامنا ليه؟ يعني زي واحد بس اللي يجي سألني سؤال فقال له الشيخ الألباني رحمه الله رحمه الله ورحمه الله سيح قال كذا والشيخ ابن عثمين قال كذا فقال له ورأيك إيه؟ قال له رأيك إيه؟ بعد رأيي الأيام الكباري الأعلام دولة تعايز إيه رأيك إيه؟ شوف التواضع قدين سبحان الله وكان عنده يعني دايماً كذا جماعة العالم عنده خلقه ما شاء الله أخلاق وحلم وعلم وتواضع وأدب وصدق ووفاء في يوم الأيام واحد وطبعاً دي منتشرة بقى يعني بدءاً من زمن النبع السلام وإلى قيام الساعة أي إنسان من أهل الفضل لازم تلاقي كده يا عزم بالله في بعض الحاقدين والحاسدين وأعداء النجاح تلاقي ده أعمال بيسب فيه ده بيشتم فيه ده بيحاربه ده وده ففي يوم الأيام واحد من يعني الناس اللي بيكرهه أهل الخير راح بيسب الإمام الشعبي الإمام الشعبي ده إمام عالم من أكابر العلماء شوفت ديه؟ فراح يسب فيه فسابه هذا ما خلص فقال له يا أخي إن كنت صادقاً فيما تقول فغفر الله لي وإن كنت غير ذلك فغفر الله لك يعني شوف ما شاء الله ما كانونش بيغضبوا نفسهم ولا بيزعلوا ولا يتضيقوا الأمور عندهم أبسط مما تتخيل إيش تليه ما مش هتلزأ وبعدين لو إنسان سفيه قعد يمدحك من هنا اليوم القيامة لن يرفع قدرك ولو قعد يسبك من هنا اليوم القيامة فلن ينزل من قدرك فقدرك عند الله سبحانه وتعالى في يوم الأيام وده دليل على إن الإنسان فعلاً الحكمة ضلت المؤمن أينما وجدها انتفع بها فإن الإنسان لا يستحي ولا يستنكي في نوع يتعلم ولو من طفل صغير في يوم الأيام الإمام الشعبي سمع كلمة من واحد أعرابي الأعرابي ده كان تلميز من تلميزه وكان بيقعد يسمع ليه ويقعد يحضر دروسه سمع منه كلمة حفظها وفيد ليكررها لحد آخر يوم في عمره إيه اللي حصل في يوم الأيام كان فيه أعرابي كان بيحضر الإمام الشعبي فكان دايماً ما بيتكلمش صامت فالإمام الشعبي بيقوله ألا تتكلم أنا شايفك على طول ساكن فقال الأعرابي اسمع كلام بقى قال أسكت فأسلم وأسمع فأعلم وإن حظ المرء من أذنه يعود عليه وإن حظه من لسانه يعود على غيره فقال الشعبي فظل الشعبي يرددوا هذه الكلمة ما امتدت به الحياة فعلا يا جماعة لو عادنا ندركز في الحكاية دي هو ربنا خلق لنا لسان واحد ودنين عشان نسمع أكتر ما نتكلم لكن فيه ناس غوية تتكلم أكتر ما تسمع وإنت كرجل مثلا بتطلب علم أو بتدعو إلى الله سبحانه وتعالى واجب عليك أنك تقعد تسمع فترة كبيرة جدا وتعمل زي النبتة اللي لازم تتحط البذرة بتاعتها تحت الأرض وتفضل مختفية فترة كبيرة لحد ما تستوي وبعد كده تبدأ تظهر على وش الأرض لأن النهاردة بكل أسف إن دباتات كلها طلعة من على وش الأرض وما لهاش جدور تلاقي النهاردة في مجال الدعوة بالذات أمور يعني يندى لها الجبين النهاردة تصدر للدعوة كل من له في الدعوة من ليس له في الدعوة اللي مالوش دعوة حتى فهمت ازاي فالأمور اختلطت وكان ده طبعا يعني عادة بالسلبة على الناس ناسة لغباطك بتسمع فتاة من هنا شكل ومن هنا فتاة وشكل والكلام فيه لغباطك كبيرة جدا لإني ما فيش أساس لهذا الكلام سبحان الله فالإمام الشعبي يعني بيوضح لك نقطة حلو قوي إن أنت لازم تتعلم ولازم تسمع وتسمع كتير جدا جدا أكتر ما تتكلم وخد الجملة دي من الأعراض وحفظها وابتدى يرددها لحد آخر لحظة في حياته في يوم الأيام كان ليه موقف عجيب جدا مع ابن هوبير ابن هوبيرا ده كان والي من قبل بني أمية على العراقين على الكوفة والبصرة في يوم الأيام الإمام الشعبي سمع إن فيه بعض الناس أو فيه واحد يعني فيه جمع جمعة من الناس اتحبسوا ودخلوا السجن ظلما وابن هوبيرا ما عرفش إنهم مصدمين لكن أمر بدخلهم السجن فدخل يكلم ابن هوبيرا في هؤلاء الناس فقال أيها الأمير إن كنت حبستهم بالباطل فالحق يخرجهم وإن كنت حبستهم بالحق فالعفو يسعهم فأعجب بقوله وأطلقهم كرامة للإمام الشعبي رحمه الله رحمة وسعه وكان خفيف الظل جدا على فكرة ودائما نتجد الأئمة الكبار والناس والعلماء مش الدنيا مقفل عندهم وخلاص وما فيش بقى لبسمة ولا ضحك ولا بتاعك بالعكس بتلاقيهم من أخف الناس بفضل الله يعني قوليهم طرفات كده جميلة فالإمام الشعبي في يوم الأيام واحد بيها بيهزن مش بيهزن معه جاي بيسأله فعلا سؤال حقيقي بس يسأله مالوش لازمة يعني بيقول له الإمام يعني هي زوجة إبليس اسمها إيه قال له والله ما حضرتش الفرح ده أخبالك يعني يعني ما تعزم ناش يعني فشاهد أنه كان بيمزح وإحنا لما كنا بنتكلم عن محمد بن المنكدر وعن غيره وعن غيره أنه كان بيطلع ويكلم الناس أهل السوق ويذكرهم بالله ويكلمهم ويذكرهم بالجنة وبالنر وفي نفس الوقت كان يمزح معهم وكان لا يمزح إلا بالحق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان فيه موقف جميل جدا برضو بين الإمام الشعبي والإمام شرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح في يوم الأيام الإمام الشعبي قابل الإمام الشرحبيل ابن حسنة اللي هو القاضي شريح فقال له كيف حالك يا إمام قال بخير حال قال كيف حال أهلك قال والله يا شعبي إني متزوج منذ عشرين سنة لم أشك من زوجتي إلا مرة واحدة وأشهد الله أني كنت لها ظالما فقال الشعبي كيف ذلك يا إمام في حد في الدنيا ما اشتكاش من مراته في العشرين سنة إلا مرة واحدة قال له كنت ظالم لها والله قال له احكيلي إلا حصل قال له إني منذ دخلت بامرأتي وجدت بها حسنا نادرا وجمالا باهرا فقلت أقوم وأصلي ركعتين شكرا لربي جل وعلا قال فلما قمت فصليت وسلمت فوجدتها خلفي تصلي وتسلم بسلامي فلما انصرف الأهل والأحباب مددت يدي إليها فقالت على رسلك أبا أمية أبا أمية دي كونية الإمام شرحبيل ابن حسنة فقالت على رسلك أبا أمية انتظر على رزقك ثم قامت وقالت أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أبا أمية إني امرأة غريبة عنك لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأتركه أبا أمية قد كان لك من نساء قومك من هي كفء لك وقد كان لي من رجال قومي من هو كفء لي أما وقد قضى الله أمرا كان مفعولا وملكت فاصنع ما أمرك الله به فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك قال فأحوجتني والله يا شعبي للخطبة مش مقولها يا تخطب وأنا مخطبش يعني ده أنا الراجل يعني فقال أحمد الله وأستعين وأستغفره وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإنك قد قلت كلاما إن تثبطي عليه يكون حظقي وإن تدعيه يكون حجة عليك أما إني أحب كذا وكذا وأكره كذا وكذا قالت فما تحب من زيارة أهلي كنزك جدا ما قال لهاش بقى خليهم يخفوا يعني في الزيارة فقال ما أحب أن يملني أصهاري ما قالش ما أحبش أنا إيه أنا يعني آمل لهم قال ما أحب أن يملني أصهاري قالت فما تحب من زيارة الجيران قال لها قوم فلان قوم صالحون وقوم فلان قوم سوء وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك قال فبدت معها والله يا شعبي بأنعم ليدا وما كفت معها عشرين سنة لم أشك منها إلا مرة واحدة وأشهد الله أني كنت لها ظالما فقال يا لها من عيشة هانئة وصدق من قال رغيف خبز واحد تأكله في زاوية وكوز ماء بارد تشربه من صافية وغرفة نظيفة نفسك فيها هانية وزوجة مطيعة عينك عنها راضية وطفلة جميلة محفوفة بالعافية واختارك الله له حتى تكون داعية خير من الدنيا وما فيها خير من الدنيا وما فيها وهي العمر كافي تمر الأيام عفوا من أسف تمر الأيام والإمام الشعبي عاش لحد سنة 103 هجرية وكان عمره وصل أنه بقى عنده 79 سنة ونام على فراش الموت وفاضت روح الإمام العلم الكبير العالم الكبير الإمام الشعبي فاضت روحه وتوفي الإمام الشعبي سنة 103 هجرية وصل الخبر ووصل نعيه للإمام الحسن البصري فقال يرحمه الله رحمة واسعة فلقد كان واسع العلم عظيم الحلم وإنه من الإسلام بمكان حقيقة الواحد لما بيذكر الأيام الكبارده يا جماعة بجد بيحزن من جواه بيقول فعلا كان نفسنا نشوف أئمة بالمنظر ده كان نفسنا نشوف أئمة أعلام عندهم العلم ده والخلق ده والحلم ده والإخلاص دوت والوفاء دوت والصدق دوت والأمانة ديت وحمل هم الدين لهذه الدرجة إمام الشعبي رحمه الله رحمة واسعة يعني العلم بتاعهم ما خدوش من واحد ولا اتنين خمس ومية صحابي وسمية صحابي بيتعلم على قديهم وكان بركز مع بعضهم لكن كان حياته كلها للعلم وللدعوة إلى الله ولبذل الجهد بفضل الله سبحانه وتعالى بذل جهده ونشر العلم وقدى الأمانة وبلغ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعمره متأخر أبدا أبدا عن أي حد من طلاب علمه ولذلك انتشر علمه وانتشرت سرته وفضلت سرته بيذكرها الأئمة الأعلام جيل وورا جيل لحد دم ما احنا جينا جيل من المتأخرين بنذكر الإمام وبنترد عليه وبنقول ربنا يرحمه رحمة واسعة أكيد لازم نتعلم يا شباب إن احنا حتى لو هنتصدر للدعوة فلابد أن تسمع أكثر مما تتكلم لو ما طلعناش النهار ده إلا بالدرس ده كان كفاية إن انت لازم تسمع كتير قبل ما تتكلم كتير وانت لازم في وقت جبير جدا جدا تتربى وتتعلم وتتقدم وتعرف قدر المشايخ وقدر العلماء قبل ما تطلع وتظن أن انت خلاص بقيت عالم كبير ومجرد أن انت طلعت على فضائيات خلاص بقيت انت بوسل اللي موجود وانت اللي على الساحة وانت وانت ويدب إليك الغرور احضر أخوي وحبيبي احضر من كل هذه الأشياء فالعجب داء وبيل وأجمل شيء في الدنيا أن انت تخش على ربنا من باب الذل والانكسار والتواضع أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على حوض النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى أليه وصحبه وسلم حبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حدثونا عن كرام دار